تزداد ملامح التوتر في جبهة الجولان المحتل رغم محاولة جميع الاطراف الحفاظ على حالة الهدوء الحذير في المنطقة منذ بدء العدوان على غزة في اكتوبر الماضي لكن الاستهدافات المتبادلة ارتفعت وطيرتها في حين لا يزال الاحتلال يتوعد بالرد على اي استفزاز دون اي تردد جيش الاحتلال الاسرائيلي اعلن اعتراض طائرته المقاتلة لطائرة مسيرة معادية عبرت من سوريا فوق هضبة الجولان المحتل وذلك بالتزامن مع تبني ما تسمي نفسها المقاومة الاسلامية في العراق استهداف الجولان السوري والى الجنوبية فلسطين بمسيرتين لتسجل جبهة الجولان حادثة هي الثالثة من نوعها يعلن عنها الاحتلال خلال اسبوع وفي ظل التوترات المتصاعدة في الجولان زادت اسرائيل من حركة طائراتها المسيرة لرصد ومراقبة الجبهة الهادئة منذ عقود والتي تخللتها بعض التجاوزات المتفق عليها ربما بعد مقتل القيادي البارز في الحرس ثوري الايراني رضا موسوي بغارة اسرائيلية قرب دمشق ما دفع القوات الروسية فيما يبدو للتوجه الى محيط المنطقة لضبط استفزازات ميليشيات ايران ومنع اي تصعيد محتمل تبحث عنه اسرائيل ويعجز الاسد عن الوقوف امامه وعلى الرغم من تكثيف اسرائيل من استهداف ميليشيات ايران المتحصنة في مواقع قوات النظام يواصل الجيش الاسرائيلي ارسال التحذيرات لقوات النظام واجهزته الامنية في القنيطرة ومناطق اخرى مفادها ان المقارة العسكرية والامنية اهداف مشروعة لجيش الاحتلال باعتبارها مسئولة عن محاولات اطلاق الصواريخ من الاراضي السورية باتجاه الجولان المحتل فهل تتطور الاستفزازات على جبهة الجولان لتصل مرحلة المواجهة المباشرة ام ان روسيا والنظام سيكونان قادرين على ضبط ايران وميليشياتها اشتركوا في القناة